تتكثف المساعي لاحتواء أي تدعاية لحادثة مقتل المواطنين هيثم ومالك طوق في القرنة السوداء التي تشهد نزاعات عقرية قديمة بين بشر والضني وفي هذا الإطار نفذ الجيش اللبناني انتشاراً في المنطقة حيث يعمل على متابعة الموضوع لكشف ملابساته بحسب ما أفد بيان صادر عن مدرية التوجيه وذكر البيان بأن قيادة الجيش كانت قد حذرت في بيان سابق المواطنين من الاقتراب من منطقة التدريب العسكرية في القرنة السوداء وأعادت التشديد على ضرورة عدم اقتراب المواطنين من هذه المنطقة تحت طائلة المسؤولية وحفاظاً على سلامتهم ومنعاً لوقوع حوادث مماثلة وعلم أن الجيش أوقف مواطنين من الضني للاشتباه بهم في حادثة القرنة السوداء وعلى مسار المتبع القضائية للحادثة باشرت النائبة العامة الاستئنافية في الشمال القادية ماتيلا تومة باتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة ومن جهتها انتقلت قضية التحقيق الأولى في الشمال سامراندا نصار إلى مستشفى بشر الحكومية حيث كانت توجد جثة هيثم طوق ثم مستشفى السيدة في صغرتها حيث كانت جثة مالك طوق وكان رئيس مجلس النواب نبيه بري قد أجرى سلسلة اتصالات لضبط الأوضاع وتهديئة النفوس ومن بينها اتصال مع النائب فيسل كرامي دعاه فيه الرئيس بري إلى توخي الحكمة في التعامل مع الحادثة الأليمة ودع من خلاله أهالي بقع سفرين الضني إلى عدم الإنجرار وراء الأحكام المسبقة والشائعات بانتظار جلاء الحقيقة الكاملة وأعرب كرامي عن شكره للرئيس بري وحرصه على الاستقرار العام وخصوصا بين الجارتين بشري وبقع سفرين وفي عظة ألقاها في مقره الصيفي بالديمان أعرب الباطريارك الماروني بشار الراعي عن ألمه لحادثة القرنة السوداء ونعول على الجيش المبناني في فرد الأمن لصالح الجميع وعلى أهالي بشاري في ضغط النفس وضع الخلاف المزمن في منطقة قرنة السوداء في أهدفة القضاء من جانبه أدان المفتج عفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان بشدة ما جرى في القرنة السوداء وطالب بتحقيق العدلة بأقصى سرعة وقال إن المطلوبة وأدو الفتنة لا إيقاظها محذرا من التوظيف الطائفي والسياسي بدوره أعرب رئيس طيار المرد سليمين فرنجي عن تعاطفه مع ذوي الضحايا في بشري متمنيا أن تكون دماؤهم قربانا على مذبح وحدة الوطن ودعا إلى تحلي بالحكمة قطعا للطريق على أي فتنة ونشهد السلطات الأمنية والقضائية العمل السريع لكشف الحقيقة وإحقاق العدالة كذلك دعا تكتل الاعتدال الوطني الجميع على الاحتكام لمؤسسات الدولة والقضاء مطالبا بالإكرام في التحقيقات لتأخذ العدالة مجرها من دون أي حماية للمرتكبين وأي استثمار سياسي أو طائفي للقضية من جانبه أكد عضو تكتل الجمهورية القوية أن أبرز الحاج أن ما حصل لن يمر مرور الكرام مطالبا بالقبض على الفاعلين إلى ذلك دان الحزب التقدمي الاشتراكي في بيان له ما وصفه بالجريمة البشعة التي أودت بحياة شابين من ألطوق من بلدة بشري داعيا إلى إعلاء صوت العقل والتهديئة والحكمة ومطالبا بتسليم الجنات إلى القضاء المختص لإنزال العقوبات اللازمة بهم